تقدم مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور شوقي علام بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح سيسي والشعب المصري وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو لعام 1952 المجيدة وفي بيان قال مفتي الجمهورية إن ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب وقواته المسلحة الأبية الباسلة حتى تحققت أهدف الثورة التي ستبقى عالقة في أذهان المصريين موضحا أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن وحصنه الذي قدم ولا يزال يقدم العديد من التضحيات والفداء من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري